وفقت الصين على لقاح آخر ضد كوفيد-19 للاستخدام في حالات الطوارئ وفق ما أفاد الإعلام الرسمي والشركة المطورة للقاح أكدت أن اللقاح الذي طورته بدأ العمل المتعلق بالمرحلة الثالثة من التجارب السريرية ولم يسجل اللقاح الجديد أي أحداث سلبية بالدرشة الثالثة أو ما فوقها أثناء التجارب السريرية للمرحلتين الأوليتين وتشير الأحداث السلبية من الدرشة الثالثة إلى الآثار الجانبية الشديدة أو البارزة طبيا ولكنها لا تهدد الحياة على الفور وفقا لمعايير المصطلحات العامة للأحداث السلبية وأقرت السلطات الصينية حتى الآن أربعة لقاحات مضادة لكوفيد-19 مع الموافقة على الاستخدام الطارئ للقاح آخر وكان لقاح الصينوفارم أول لقاح صيني يحصل على ترخيص تسويق مشروط وتسع الصين لتطعيم 70 إلى 80% من سكانها بين نهاية هذا العام ومنتصف العام المقبل وفقا للمركز الصيني لسيطرة على الأمراض والوقاية منها